بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سر على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الزمر من الآية التاسع وما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم من هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وهذا ثناء من الله عز وجل للذين يقنطون لربهم في ركوعهم وفي سجودهم وفي أول الليل وأوسطه وآخرة والذين يرجون رحمة الله عز وجل والذين يخافون عذابه في الآخرة ومن نال هذه الصفات فقد نال الإيمان أم من هو قانت والقنوط فسره المفسرون بثلاثة أشياء الخشوع فسروه بالخشوع وفسروه بطول القيام لله عز وجل وفسروه بطاعة الله ورسوله وكلها قنوط لله سبحانه وتعالى وأقرب شيء هو الخشوع لأنه قال أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فما دام أنه ذكر القيام وذكر السجود فإن القنوط في السجود لا يكون إلا بالخشوع لأنه لا يكون قيام في سجود أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وهذا فيه أيضا فضل صلاة الليل وصلاة الليل تشمل كل الليل ولهذا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى العشا في جماعة كتب له نصف قيام الليل انظروا إلى فضل الله عز وجل على العبد إذا صلى العشا في جماعة كتب له نصف قيام الليل وإذا صلى الفجر في جماعة كتب له قيام الليل كله ولأن الليل فيه أفضل وقتا في آخره ثلث الليل الآخر الذي ينزل فيه ربنا إلى سماء الدنيا ويقول هل من داعم فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له حتى طلوع الفجر فلهذا الحفاظ على هذه الأوقات الثمينات هو داب الصالحين والمؤمنين ولهذا لأن أهل النفاق من المحرومين فأثكل الصلاة عليهم هي صلاة الليل أثكل الصلاة عليهم صلاة العشا وصلاة الفجر وتأملوا يا إخوة في أن الركعتين التي تصلى قبل فريضة الفجر السنة الركعتين قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إنها أفضل من الدنيا وما فيها كل الدنيا تفكروا فيما في هذه الدنيا وهاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيهما فهذا فضل من الله عظيم معروض ما ملعبات يكسبون به الأجور ويكفرون الخطيئات فإن الصلاة من الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر هذا الصلاة والخشوع فيها والقنوط لله عز وجل هذه ترفع بها الدرجات وتكفر بها السيئات فهو فضل من الله عظيم وأما الحذر من الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فالحذر من الآخرة يحذر الإنسان أنه غير مغفور له في الآخرة ومن الذي يأمن من الذي يأمن أنه ناجي في الآخرة يحذر الآخرة يحذر أن لا يقبل منه يحذر أن يكون عليه حقوق لأناس يحذر مما في الآخرة والآخرة كما هو معلوم من ذو أن يموت الإنسان فهو انتقل إلى الدار الآخرة وإن كان بعد الموت هو ينتقل إلى البرزخ الذي بين يوم القيامة وبين الدنيا لكنه منذ أن ينقطع عمله بموته فهو قد دخل في الآخرة فيخاف من عذاب القبر الذي جاءت الأحاديث الصحاح بإثبات عذاب القبر وإن الإنسان في القبر إما في عذاب وإما في نعيم من الله سبحانه وتعالى ثم يأتي بعد ذلك عذاب عرصات يوم القيامة وهول المطلع وعذاب عرصات يوم القيامة ثابت بأحاديث صحيحة حتى أن من كان عنده من الأنعام من لا يؤدي زكاته يبطح لها في عرصات يوم القيامة وهي تمر بأضلافها وأخفافها عليه ثم أشد من ذلك وأنكى عذاب الآخرة ودخول النار جارنا الله وإياكم من ذلك ولهذا لا بد أن يكون المؤمن على حذر من الآخرة أيًا كان وأشد الناس تقوى إلى الله عز وجل هم أشد خشية وخوف وحذر ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله سبحانه وتعالى وهو مبشر بالجنة لكن تبقى خشية حتى وينبشر بالجنة فإن الصحابة الذين قد بشروا بالجنة أيضاً كانوا يبكون من خشية الله بكاء شديد لأنهم يخشون من الله عز وجل ولا يمكن أن ينزع الخوف من قلب عبد البتة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وعنده أمل ليس في قنوط ليس منقطع عنده الأمل بل عنده أمل أن الله سبحانه وتعالى يغفر له وأن الله يكرمه وأن الله يقبل منه وإذا تأمل في أحاديث الرجاء فإنه يكون يرجو لما يرى من سعة فضل الله عز وجل إذا تبين أن من قتل مئة نفس ثم تاب تاب الله عز وجل عليه إذا تأمل أن إمرأة جانية غفر الله لها لأنها رق قلبها وأسقت كلبا عطشانا تريد بذلك وجه الله عز وجل فإن الأنسان يأمل لكنه هو بين أمرين بين الرجاء والخوف لكنه في حال الصحة والعافية يفضل أن يقوى عنده الخوف لأن الخوف دافع ومحفز على العمل فإذا خاف من خاف أدلج فإذا خاف اجتهد في العمل وهو بحال الصحة والعافية ولكن إذا مرض وكان قريب من الموت فهنا يغلب جانب الرحمة هنا يغلب جانب الرحمة ويعرف أن القدوم على كريم وأن القدوم على غفار فلا يكون عنده يأس ولا قنوط من مقابلة ربه ومن عوفي ربه ومن رحمته سبحانه وتعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون لا يستوون والاستفسار الأول أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يعني هل هذا هو خير أم الصنف الذي ذكره قبله فإنه ذكر قبله الذين جعلوا لله أندادا يعني من جعل لله أندادا وصرف العبادة لغير الله هل هو يستوي مع من هو قانت لله عز وجل ساجدا وقائما يحذر الآخرة لا يستوي لا يجعل الله عز وجل المسلمين كالمجرمين ولا يجعل المتقين كالفجار ولا يجعل المؤمنين كالكفار فإن قابلتا وقائما فإن عدل الله عز وجل يأبى ذلك لكن من الذي يعلم الذي يعلم هو من من الله عز وجل عليه بالعلم الصحيح والعلم الصحيح لا يكون إلا من الوحي العلم الصحيح لا يكون إلا من الوحي فمن علم الوحي فهو لا يستوي مع الذي لا يعلم الوحي لكن المراد به هنا العلم النافع فإن العلم النافع هو الذي صدقه العبد وليس مجرد حفظ المعلومات العلم النافع هو الذي استقر وأيقن به العبد وعمل بمقتضاه أما مجرد معلومات وحفظ ونحو ذلك بدون يقين وبدون عمل فهذا لا ينفع صاحبه ولهذا لما يسأل في القبر مهما كان يحفظ من الكتب ومن القرآن ونحو ذلك فإنه يتلجلج وتذهب هذه المعلومات تذهب عن هذه المعلومات لأن العلم الذي معه علم لم ينتفع به فهؤلاء هم الذين يختلفون لا يستوي الذي يعلم أو لا يعلم ثم بيّن بأنه لا يتذكّر وتنفعه الذكرة إلا صاحب اللب والألباب جمع لب واللب هو القلب وكل الناس عندهم قلوب لكن القلب الذي يُثني الله عز وجل عليه القلب الذي يعقل عن الله وإلا كل الناس عند قلوب تضخ الدم لو ما عند قلب يموت تضخ الدم في الشرائين وفي العروب لكن القلب الذي يأتي الحديث عنه في القرآن وبالسنة ونحو ذلك فالقلب الذي يُثنى عليه هو القلب الذي عقل دين الله عز وجل وآمن به وصدق به وقبيله وهذا القلب مدار الأعمال كل عليه القلب يكون فيه الإيمان ويكون فيه النفاق ويكون فيه الكفر كل مدار الأعمال على هذا القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله والقلب يفسد نعم وهو شغال نعم لأنه إن فسد من حال المرض فالإنسان يموت إذا صار عنده مشكلة في قلبه فسد الجسد وأيضاً إذا فسد الحياة الإيمانية التي فيه فإن الجسد يفسد لا قيمة له لأن الجوارح إنما تتحرك بإرادة القلب وبأمر القلب ولهذا العناية بالإنسان أن يعتني بقلبه ويعرف المؤثرات على القلب ما هو الشيء الذي يعمل فيه صدى ويعمل فيه غشاوة ويعمل فيه ظلمة وما هو الشيء الذي ينوره ويجلوه ويزيل عنها الصدى ويجعله قلباً خاشعاً مخبتاً كل هذا مذكور في الأحاديث كل هذا مذكور والإنسان يجد هذا من نفسه يجلس في موعظة ولا في درس علمي فيرى قلبه يتأثر يتأثر تأثراً عجيباً ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى وينشغل عن ذلك أو يجلس مع رفقاء سوء أو يكون في مجلس له فيجد قلبه يقسو ويغفل عن الآخرة ولهذا اشتكى بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم لا يذهبون إلى مجالس له لكن ينشغلون ينشغلون بأموالهم وأولادهم عن هذه المجالس الإيمانية التي كانوا يحضرونها عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي ويقرأ القرآن ويخبرهم عن الجنة وعن النار فرأوا أن حالهم تختلف تماما عندما يكونون عنده وعندما ينشغلون بأموالهم وأولادهم وهم قد انشغلوا بالمباحات ليس كالذين ينشغلون بالمحرمات جارنا الله وإياكم من ذلك ومع هذا لاحظوا الفرق وذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو تبقون على الحالة التي تكونون عندي يعني دائما ذكر وقرآن ونحو ذلك لصافحتكم الملائكة في الطرقات لصافحتكم الملائكة في الطرقات لأن الملائكة تحب الصالحين ولهذا تحضر مجالس الذكر وتحفهم بأجنحتها ولكن ساعة وساعة لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا لا تقوم إلا أن يقوم الإنسان بمصالح دنيا فوقت يقضي فيه مصالح دنيا ووقت يجلو هذا القلب يزيل عنها الران يزيل عنها الصدى حتى تستقيم حياته وكل ما كان العبد مهتم بقلبه يرجقه الله عز وجل قلبا حيا وهذا القلب الحي فائدته أنه ينفي عنها الشبهات لأن القلب تأتي عليه واردات الواردات هذه إما شهوات وإما شبهات شبهات تلقى عليه تصريفه عن دين الله عز وجل يلقيها الكفار يلقيها المنافقون يلقيها الشيطان أحيان فهذه الشبهات متى ينفيها القلب إذا كان متنور خاصة إذا كان متنور بالوحي فإنه ينفي هذه الشبهات وكذلك الشهوات فالشهوات المحرمة لما يأتيه داعيها فإن القلب المتذكر لا يستجيب وإذا حصل منه شيء من الغفلة ولا الغلطة تنبه وتذكر ورجع ولهذا بعض الصالحين إذا وقع في معصية من المعاصي تبقى تلاحقه دائما يتذكرها تؤرقه لا يستطيع أن ينام لأن قلب حي فالمؤمن ذنبه يراه كالجبل كأنه يسغط عليه والمنافق الذنب عنده كأنه ذبابة يطردها عن أنفه ما هو شائل هم ما هو مهتم لها لكن المؤمن بخلاف ذلك ولهذا فيما يذكرون من سيرة السلف الصالح أن بعضهم إذا وقع منه شيء تجد كل ما تذكر هذه المعصية يتصدق صدقة يعتق عبدا يفعل لذلك أشياء عظيمة ما نسي تلك الكلمة ما نسي الشيء الذي صدر منه وبعض من الناس تقلقه هذه المعصية أقلاقا بحيث لا يشعر بالراحة وتذكروا قصة الصحابي الذي جنى وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول طهرني أنا جنيت لا جاءت به شرطة ولا جاء به أحد لكنه ما خلاص يبغى يتخلص من الذنب في الحياة الدنيا لأنه يعرف أن الحد كفار للذنب فهو لا يريد أن يؤجل هذا الذنب إلى الآخرة مع أنه يعرف أن فيه قتله لأنه كان محصن وسوف يقتل وهو يقول يا رسول الله طهرني يعني القتل أهون عليه من أن يبقى ويؤجل هذا الأمر إلى الآخرة وقد يغفر الله عز وجل لكنه خلاص ما عاد يتحمل أن يبقى والذنب هذا في ذهنه ولهذا كان يلاحق الرسول عز وجل يقول طهرني طهرني يا رسول الله أي قلب هذا الذي جاد بنفسه ليتخلص من هذا الذنب كل هذا بسبب أن هذا القلب قلب حي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هنا ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال في حال عبادته خائف راجي ولابد في العبادة من هذا وهذا يعني لابد في العبادة من الخوف في العبادة يعني وأنت تصلي تخافا لا تقبل ولابد في العبادة من هذا وهذا وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالب ولهذا قال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاه هو الغالب عليه كما قال الإمام عبد بن هميد في مسنده فذكر بسنده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو في الموت يعني في حال الاحتضار فقال له كيف تجدك فقال أرجو وأخاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن انتبهوا يعني عند الاحتضار لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخافه فضل عظيم وهذا الأثر سنده حسن قاله من حقق الكتاب قال سنده حسن لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجوه وأمنه الذي يخافه ورواه أيضا الترمذ والنساء في اليوم والليلة وابن ماجه وقال الترمذي غريب وذكر أيضا عن ابن أبي حاتم ذكر في تفسيره قال إلى أن قال أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قال ابن عمر ذاك عثمان ابن عفان رضي الله عنه ابن عمر يقول ذاك عثمان رضي الله عنه لأنه مشتهر عندهم بكثرة صلاته وقراءته وعثمان تعرفون هو الخليفة الثالث الذي بوع له بالخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أهل الجنة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة ولما جهز جيش العسرة الذي غزى به الرسول صلى الله عليه وسلم النصارى في تبوك فجهز الجيش بكامله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رجل تستحي منه الملائكة الملائكة تستحي من عثمان رضي الله عنه ومع هذا جاءه أهل النفاق في آخر حياته وهو في بحر الثمانين وقتلوه وهم الخوارج يظنون أن هذا وقع في معاصي وأنه وقع منه ما يستحق القتل فقتلوه وهو صائم وما به رغبة في الحكم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى قال يا عثمان إذا ألبسك الله قميصا وأرادك أهل النفاق على خلعه فلا تخلعه فهذه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم يا عثمان إذا ألبسك الله قميصا وأرادك أهل النفاق على خلعه فلا تخلعه وهذا القتل له شهادة بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد على جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم الجبل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت أحد يعني لا ترجف أثبت أحد يخاطب الجبل هذا الجبل الذي يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبنا ونحبه جبل أحد يحبنا ونحبه قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان والشهدان هم عمر وعثمان فهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن عثمان شهيد رضي الله عنه وأرضاه ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه ذاك عثمان يعني من كثرة قراءته وتعبده وتهجده لله سبحانه وتعالى ولهذا لما قتلوه قال شاعر في ذلك الوقت ضحه بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن أشمط يعني وخطه الشيط بل شابت لحيته لأنه في بحر الثمانين ضحه يعني جعله كالضحية بأشمط عنوان السجود به عنوان السجود في الجبهة من كثرة سجوده لله سبحانه وتعالى يقطع الليل تسبيحا وقرآن يعني أكثر ليله في التسبيح والذكر لله والقرآن وهذا وهذا هذا الأمر يجعل الواحد يستعيد من الفتن يستعيد من الفتن فإن الذين قتلوه أغمار لا يصلون ما يعرف عنهم لا هذه العبادة ولا هذه النفقة ولا هذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجرؤون على مثل هذا ويرون أنه يستحق القتل أجارنا الله وإياكم من الفتن فهذه الفتن إذا أشربتها القلوب انتكس المزاج عند الإنسان وانتكس فهمه يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن فهذه الانتكاسة تحصل للناس أحيان تكون الانتكاسة باسم الدين وباسم الحرص على الدين وباسم حماية الدين فتكون انتكاسة متجاوزة للحدود وأحيان تكون الانتكاسة مقابل لها مروق من الدين ويظن أنه تجد بعضهم يسمي نفسه من أهل الوسطية والاعتدال ويتحدث عن الاعتدال والتوسط ونحو ذلك وهو ما يصلي فما بالكم بشخصا لا يصلي ويسمي نفسه وتجده يتكلم عن الوسطية والاعتدال وينافع عن الغلو أي غلو وأنت تفرط في ركن من أركان الإسلام الرسول يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وتجد بعض الكتاب يكتبون عن محاربة الغلو والغلو وتطر فكأنه هو الوسطي ويتحدث عن الوسطية والاعتدال وسماحة هذا الدين وهو ليس من أهل هذا الدين أصلا وإنما يتأكل بهذا الكلام يأكل باسم الدين وهو كذوب لأن الذي يفرط في أركان الإسلام ترجو منه وسطية والاعتدال الوسطي من كان على سيرة السلف الصالح هذا الوسطي الوسطي الذي لا إفراط ولا تفريق الوسطي مثل عثمان رضي الله هذا وسطي الخلفاء الراشدون هم أهل الوسطية وأهل الاعتدال صحابة الرسول رعي سلم هم أهل الوسطية وأهل الاعتدال وليس الكذبة الذين يتجنون على الدين ويحرفون الدين باسم الوسطية والاعتدال عندهم الوسطية أن تحب المنافقين وتواليهم وعندهم الوسطية أن تحب الكافرين وتواليهم هذه ما هي وسطية هذه تصل بالإنسان أحيان إلى الزندق جارنا رو الله وإياكم فالفتنة تاتي على الناس من زاويتين إما إفراط وإما تفريط إما أشخاص باسم الدين يقتلون مثل عثمان رضي الله عنه أو يقتلون مسلما لا يستحق القتل وإما تفريط بحيث ينهج نهج المنافقين أصحاب مسجد الضرار أصحاب النفاق الذين كانوا يطعنون في خاصرة المسلمين في المدينة ويسمي نفسه من أهل الوسطية وأهل الاعتدال وهكذا ولذلك لا بد أن يكون عند العبد ميزان صحيح يعرف به الوسطية لا بد يكون عند ميزان صحيح وليس الدعاوي فإن أصحاب الانحراف كل منحرف يدعي أنه من أهل الوسطية والاعتدال كل منحرف ما تجد إنسان يقول لك أنا لست على الإسلام السوي إلا إنسان مجاهر بالعداوة لهذا الدين كل يتمسح لكن لا بد من ميزان تزم به الأمور حتى تعرف أهل الوسطية من وأهل الاعتدال من وذكر أيضا من فضل صلاة الليل عن تميم الدار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرى بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة ننتبهوا الكلمة قنوت وهي طول العبادة لله عز وجل طول الطاعة فيعتبر هذا إذا صلى بمئة آية إذا تهجد بمئة آية كتب قائما للليل ولو صلى بثلاثة ركعات فإنه إذا أرى مئة مئة آية في تهجده فيكتب له قنوت ليلة وهنا قال أخرجه لما مح أحمد بسنده ومتنه قال وذكر راوي فيه ضعف لكن قال يتقوى بما أخرجه الدارم بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا وأيضا رواه النساء في اليوم والليلة ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال بعض السلف إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أرعيها سمعك انتبه يعني انتبه لها لما يوجه لك هذا الخطاب فإنه إما خير يأمر به أو شر يحذر منه إذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا انتبه فإنه إما خير يأمر به وإما شر يحذر منه ولهذا أمر بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واتقوا ربكم بمعنى ما تقدم يعني اجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك من عذاب الله اجعل بينك وبين عذاب الله ما يقيك وعذاب الله على المناهي وعلى ترك الواجبات فأنت لا يمكن أن تحقق التقوى إلا أن تفعل الواجبات وتترك المناهي هذه التقوى التي أمرت بها لا بد أن تقوم بالواجبات وأن تترك المناهي ولهذا تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني هو من ضرب المثل لما قال له أما مررت بأرض فيها شوك أرض فيها شوك يعني أنت تمشي في الصحراء وفي الشوك أحيانا يكون شوك صغير وأحيانا شوك كبير قال فماذا تصنع قال أشمر حتى لا يعلق الشوك بالثياب وينتبه لا يطع على شوك يعني يبحث عن مواطي قدمه حتى يطع على أرض ليس فيها شوك فمعنى ذلك أنه يتقي فيه أشياء يجتنبها حتى لا تؤثر عليه قال فكذلك التقوى يعني أنت كل ما ترى عمل تنظر في هذا العمل هل هو طاعة لله عز وجل ولا ما هو طاعة طاعة تعمله وتنظر في هذا العمل لآخر هل هو معصي ولا معصي فتتجنب هذا والتقوى يعني كما أن تكون على حذر من أن تقع على الشوك وأنت تسير في أرض ذات أشواك فكذلك في حياتك وأنت تسير انتبه إلى أعمالك هذا التقوى اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة والذين أحسنوا في هذه الدنيا هم الذين انتزموا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه واصحابك ما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم حسنة والحسنة هي الجنة والمغفرة في الآخرة الذين أحسنوا فإن لهم حسنة ثم قال وأرض الله واسعة وهذا في إشارة إلى من كان يضايق في دينه في أرض إذا كنت في أرض ينقص دينك فيها فدعها يا أرض الله واسعة إذا كان كنت في أرض لا تستطيع أن تقيم دينك فيها فدعها فأرض الله واسعة ولهذا يقدم الدين على الأوطان يذهب الإنسان إلى مكان أسلموا لدينه وهذا يحصل للمسلمين في بعض حالات تذكروا قصة الصحابة لما آذوهم في عبادة ربهم الصحابة لما كانوا في مكة وأسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقاتلون قومهم حتى قومهم يعتدون عليه كانوا يعبدون الله مجرد يعبدون الله يعني ما ذهبوا يحاربونهم إلا أنهم يقولون أنتم على باطل ونحن على حق هم ما يردون أن يقول أنتم على باطل يقولون أصرامكم هذه لا تضر ولا تنفع أصرامكم هذه أحجار ونحو ذلك لا قيمة لهم لا بد أن تعبدوا الله عز وجل ونحن نعبد الله قالوا لا أصنامنا على حق وعبادتنا حق أجعل الآلهة إلهاً واحدة إن هذا لشيء عجب وأنتم لا بد أن ترجعوا إلى ما نقول نحن الكثرة والقوة والمال قالوا لا بد أن ترجعوا إلى ما نقول وإلا فعلنا بكم الأفاعين طيب أنت أنا أعبد ما أشاء قال لا يعني هم يعبدون الأصنام ويعبد منهم ما يشاء يعبدون ما يشاءهم من الأصنام لكن توحد الله ولهذا المشرك لا يطيق الموحد أبغض ما عليه الموحد أبغض شيء على المشرك الموحد وانظروا إلى الكفار الآن كيف يجتمعون على الموحدين أكثر ما يجتمعون الموحدين تحصل إنسان يعبد بقرة يقولون اعبد بقرة وأنت صديقنا بقرة إنسان يعبد غراب يقولون اعبد الغراب وأنت صديقنا ما عنده مشكلة إنسان يعبد الله عز وجل قالوا لا أنت ما أنت مضبوط وتدعو الناس إلى ذلك وتنكر على الناس فانظروا الآن الناس كيف من شتى الملل والنحل ولا يكرهون إلا التوحيد لله عز وجل فإن أهل الشرك أبغض شيء عندهم التوحيد وإلا كيف فرطوا في ثلاثة وثمانين رجل وأمرأة من خيرة الناس وأفضل الناس من قبائلهم وأبناء عمومتهم حتى جعلوهم يركبون البحر ويذهبون إلى الحبشة تركوا ديارهم تركوا أموالهم لأنك لا يمكن أن تأخذ لبل حقة وتحطها في سفينة ذهبوا هكذا خرجوا من أموالهم وتركوا أولادهم وتركوا كل شيء وخرجوا بدينهم إذن هذا مكانة الدين هذا كيف عندهم انظروا إلى مكانة الدين عند هؤلاء كيف كل شيء عنده الدين مقدم عندهم على كل شيء لأن فراق الأوطان ليس بالأمر الهيئ فراق المال ليس بالأمر الهيئ رجل غني وعندك أموال وإبل وبعد لحظات ما تملك شيء إطلاقا فانظروا إلى الذين هاجروا إلى الحبشة والذين هاجروا إلى المدينة لما جاءوا في المدينة ما معهم شيء يأتي أحدهم بعصاه أو بسيفة ما معه شيء ولهذا انظروا فضل الأنصار كيف استقبلوا هؤلاء وأكرموهم حتى إن بعضهم الذي عنده زوجتان يقول لصاحبه الذي جاء في بيته اختر إحدى نسائي وكان ذلك قبل الحجاب يعني يراهن يعرف النشيطة والمرأة المناسبة يقول اختر إحدى نسائي وطلقها لك وتتزوجها بعد العجل أي إكرام من هذا أي إكرام من هذا ولهذا لا يبغض الأنصار إلا منافق الذين نصروا رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرموا المهاجرين فلا يبغضهم إلا منافق ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الأنصار يقول لو سلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار رضي الله عنه وأرضاه إذن هؤلاء الذين يقدمون دينهم على كل شيء وكثير من الناس نسأل الله الحماية الآن يعني يضحي بدينه ما حصل له شيء من هذا كل توقعات والله متوقع أن الكفار قد لا يرضون متوقع أن الكفار قد يخططون علي متوقع بس توقعات ما حصل له شيء ما حصل له شيء فالكفار يخططون لإضعاف الدين وتغيير الدين وهو لو كان الدين أغلى عنده لو وجدت كيف يخطط لتقوية هذا الدين وحماية هذا الدين والحفاظ على هذا الدين ولذلك لما نرى النكبات تقع على المسلمين تلك النكبة فلنعرف السبب نعرف السبب بين إيمان المؤمنين الصادقين وبين その نفسها عندما نعرف عندما يدبرون عن دين الله عز وجل يعني تجرهم الشبهات تجرهم الشهوات يخافون من كل شيء أكثر من خوفهم من الله يخافون من كل شيء أكثر من خوفهم من الله لأن الخوف من الله عز وجل عندهم قليل ولو كان الخوف قوي لاجتهدوا وحرصوا على هذا الدين العظيم ولهذا قال وأرض الله واسعة يعني من تمحصور تبقى في هذا المكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل فيه وتفكر في الشخص مثلاً الذي يذهب إلى بلاد الكفار لأجل لعاعة من الدنيا أولاده الصغار ما يسمعون إلا قرع النواقيس للكنائس يرون النساء العاريات يرون الناس يشربون الخمور ويأخذهم ويذهب بهم للمدارس فيجلس ابنته ويجلس ولده البنت مع امرأة كافرة مع رجل كافر والعكس بالعكس يعلمونهم ما يشاءون وتقول له أنت لماذا؟ قالوا الراتب أكثر هنا يعني ممكن يحصل البلاد المسلمين خمسة لا فإنه يحصل عشرة ألا طيب كيف تقارن هذه بأرض تسمع الأذان خمس مرات خمس مرات وأولادك يسمعون الأذان ويفهمون معانيه الأطفال ويتكرر عليهم ولهذا يوخذ الطفل الصغير للصلاة يسمع تلاوة القرآن يسمع كلمات الإيمان ولا يرى هذه المناظر المزعجة إذن انظروا إلى هؤلاء وانظروا إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم كيف ولهذا موضوع الهجرة من بلاد الكفر الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر موضوع طويل وله أحكام تفريعية ليس هذا موطنها له أحكام كثيرة لكن هنا بيّن الله عز وجل أن الهجرة هذه تحتاج إلى صبر هذه الهجرة تترك بلدك ومالك وأهلك هذه تحتاج إلى صبر لكن الأجر بغير حساب ولهذا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني كما قال الأوزاعي ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غربا يعني هؤلاء الذين قدموا الدين على الدنيا وصبروا لأجل الله عز وجل فإنما يغرف لهم غرفا بغير حساب يعني من كثرته ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب لا يعبد غير الله هو إسلام آدم مسلم نوح مسلم إبراهيم كله مسلمين لأن الإسلام بمعنى العام هو الاستسلام والقيادة لله الإسلام هو أن تستسلم لله عز وجل بإخلاص العبادة له وهذا دين الأنبياء جميعا لكنه أول المسلمين في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه أول ما نزل الوحي صدق به وآمن به ثم دعا غيره إلى هذا قلوا أني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قال ابن كثير إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وأمرت لأن أكون أول المسلمين قال السد يعني من أمته صلى الله عليه وسلم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من الذي يخاف الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف لو عصى ربه أن يعذبه الله عز وجل يا من القيام قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شيتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وقول فاعبدوا ما شيتم من دونه أو سماح لهم لا تهديد تهديد لهم يعني هذا الذي أمرني الله به وهذا وهذا هو الدين فأنتم إذا ما صدقت ولا آمنتم فاعبدو ثم سوف ترون لأنه عقب على الآية وقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القسران المبين فالذي ما يعبد الله عز وجل هو الذي يخسر أهله وماله يوم القيامة لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون قال ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد وأنت رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قال وهو يوم القيامة وهذا شرط معناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شيتم من دينه وهذا أيضا تهديد وتبر منهم لأنه يتبر مما هم عليه إذا عبدوا غير الله عز وجل قل إن الخاسرين أي إنما الخاسرون كل الخسران الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة تفارقوا فلا التقاء لهم أبدا وسواء ذهب أهلهم إلى الجنة وقد ذهبهم إلى النار أو أن الجميع يسكنوا النار ولكن لا اجتماع لهم ولا اجتماع لهم ولا سرور يعني خسر الجنة وخسر أهله سواء كان أهله آمنوا ودخلوا الجنة أو كانوا يعذبون في النار فهو لا يقابلهم ولا يسر بهم فهو خسران نفسه أهله جارنا الله وإياكم من ذلك ألا ذلك هو الخسران المبين أي هذا هو الخسران الظاهر الواضح ثم وصف حالهم في النار فقال لهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل كما قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجي الظالمين وكما قال تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يعني هذا بسبب ما كنتم تعملون من الكفر وقوله ذلك يخوف الله به عبادة أي إنما يقص خبر هذا هذا الخبر الكائن لا محالة يعني سوف يحصل لا محالة لأنه بنص القرآن ليخوف به عبادة لينزجر عن المحارم والمآثم وقوله تعالى يا عبادي باتقون يعني اخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونقمتي ثم قال سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد إذن لا بد من مسألتين المسألة الأولى أن تجتنب الطاغوت المسألة الثانية أن تعبد الله عز وجل وتنيب إليه وترجع ولهذا قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد وهذه الآية من الأدلة على أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت كل ما عبد لأن الله ضمن البشرى لمن اجتنب الطاغوت فلو كان فيه شيء من أنواع الشرك لا تدخل تحت مسمى الطاغوت فإنه ليس له بشرى لو أن إنسان أشرك بنوع شرك وهو لا يندرج تحت الطاغوت ما قال له البشرى فدل على أن الطاغوت شامل لجميع صور الشرك وأن الإنسان لا تكون له البشرى إلا أن يجتنب جميع صور الشرك كل صور الشرك يجتنبها ويعبد الله عز وجل فهذا هو الذي تتحقق له البشرى ثم قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والقول هنا هو القرآن وقول الرسل ويتبعون أحسنه يعني هو كله حسن لكن المراد المكلفين باتباعه فيخرج من هذا المنسوخ يخرج من هذا المنسوخ وإنما يتبعون أحسن أحسن القرآن والمراد به ما طلبه الله منهم ويدخل بهذا المحكم لأن الإنسان مكلف أن يرد المتشابه للمحكم وأن اتباع المتشابه هو سبب الزيق فمن آمن بالقرآن وعمل بما طلب منه وعمل بالمحكم ورد المتشابه إلى المحكم فهذا الذي أثنى الله عز وجل عليه قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب ولهذا لو أن إنسان اتبع المتشابه فهذا من أهل الزيق هذا من أهل الزيق وليس من أهل الهداية إذا اتبع المتشابه أو عمل بالمنسوخ لأن المنسوخ ما أصار من الدين عمل بالمنسوخ إذا كان النسخ ثابت وظاهر له وليس المسأل اجتهاد فهذا محجوب عن الهداية محجوب عن الهداية لأنه ما اتبع أحسن ما أنزل الله عز وجل إليه هو هنا يعني ذكر عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال والذين والذين اجتنبوا الطاقوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمر بن نوفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم لكن هذا الأثر قال المحقق المحقق سنده ضعيف لأن هذه لا تخص هؤلاء الثلاثة وإنما ذكروا هؤلاء الثلاثة لأن زيد بن نفيل هذا زيد بن عمر بن نفيل هذا كان من الحنفاء يعني ما كان يتقرب إلى الأصنام والمراد بالحنفاء الذين ولثوا الحنفية من دين إبراهيم عليه السلام فإنكم تعلمون أن العرب كان فيهم دين إبراهيم يتعبدون به ودين إبراهيم هو دين إسماعيل وإسماعيل كان نبي فهم ورث ولذلك بقي عندهم أشياء من ما تعلموه عن إبراهيم عليه السلام وكانوا على دين صواب حتى أحدث عمر بن لحي الخزاع ما أحدث وعمر بن لحي الخزاع هذا كان معظم في مكة يعني زعيم فذهب إلى بلاد الشام وكان كاهن له جن تاتيه وكان يتعبد يحاول أن يتعبد فأتته الجن فأرشدته إلى أصنام مدفونة مجمع ومدفونة يبدو أن الشياطين دفنتها وقالت له تعال خذها وهو رجل مطاع والناس دائما الذي يتولى مكة يعظمونه في ذلك الزمان لأنه مشهور أنه بلد الله عز وجل والكعب فيها فجاء بهذه الأصنام ودع العرب إلى عبادتها قال أتيت لكم بمعبودات ممتازة فوزعها على القبائل في أيام الحج كل قبيل أعطاهم صنم فانتشرت عبادة الأصنام منذ ذلك التاريخ ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي غير دين إبراهيم يقول رأيته في النار لما عرضت النار على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيته في النار يجر قصبه في النار يجر قصبه في النار والقصب تعرفونه الأمعال التي في البطن يعني اندلق تقتاب بطن في النار لأنه غير دين إبراهيم ولهذا من دعا إلى ضلاله فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة فزيد بن عمر بن مفيل هذا كان ينكر عليهم أن يذبحوا الذبايح للأصنام لأنهم يأتون بالذبيحة ويقولون هذه بسم اللات بسم العزة بسم منات بسم هبل فيقول الشاء يخلقها الله عز وجل وتذبحونها لغير الله يستنكر منهم هذا وأما سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فهو رجل من الفرص سلمان الفارسي من الفرص نكمل في الدرس قادم نكتب ما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك الشدو الله إله اشتركوا في القناة